بشرت لجلة العفو الرئاسي عملها في ملف دمج المفرج عنهم وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل كما سيتم التنصيق مع الجهات المعنية لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال هذا وقد أكدت لجلة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنصيق مع جهات الدولة في هذا الشأن وأنه لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن